السلام عليكم اخواني اخواتي سوف نتحدث اليوم عن اخطر فيروس يصيب الكلاب هو فيروس البارفو فالبارفو كما هو معروف من اخطر انواع الامراض التي تصيب الكلاب فهو شبيه بكورونا الذي يصيب الانسان وينتقل بالعدوى من كلب لاخر ولا ينتقل لأي حيوان اخر كما انه لا يصيب الانسان فهو مرض فيروس متخصص يصيب الكلاب فقط كما ان انتقال المرض بين الكلاب يكون عن طريق فضلاتهم وهو سريع الانتشار بينهم كالانفلوانزا الانسان ويتخلل ايضا لجسم الكلب من خلال الاكل والمياه الملوثة كما ان فيروس البارفو متخصص للكلاب ويتحور كالكورونا اي يتغير شكله مما يمكن ان يصيب الكلب المطعم ضده لتغيير شكله ولقدرته على التحور باعراض جديدة وكان من الشائع انه يصيب الجراوي الكلاب الحديثة الولادة ولكنه في الاصل يصيب كبار السن ايضا فمن اعراض المرض لدى الكلب والتي تشبه اعراض مرض كورونا فتظهر علامات قئ واسهال دموي وارتفاع في ضراجات الحرارة وفقدان الشهية والوزن ويبدأ المرض في السنزاف جسد الكلب وهناك نوع من هذا المرض يؤثر على القلب ويؤدي لتشنجات تنتهي بالوفاة اما بالنسبة لعلاج البارفو فيتوقف على مناعة الكلب ومرحلة المرض فاذا كانت المرحلة متأخرة واصيب الكلب اعراض صامتة للمرض يتعرض الكلب للوفاة اما اذا تم تشافه مبكرا يمكن علاج الكلب وتقوية مناعته ولا يوجد علاج مخصص لهذا المرض فالطبيب يعمل على علاج الاعراض لدى القلاب من خلال مضاد حيوي وعقاقر تخفيض الحرارة ومحال لتعويض الاسم عن فقدان السوائل وعلاج لتقوية المناعة مما يساعد الكلب على مقاومة جسده للفيروس والتخلص منه كما ان التطعيم الوحيد هو التماني او السباعي وهي تحصينات ضد تمانية فيروسات وكلاهما يشمل هذا الفيروس ويعتشابه البارفو مع فيروس ديسمبر في الاعراض والذي يزيد عنه الاخير في ظهور اعراض عصبية والشنجاس لدى الكلب اما عن كفية الوقاية من هذا المرض فيتمثل من خلال ابعاد المرب بالكلاب المصاب بهذا المرض وتطعيم الكلاب غير المصابة مع العمل على تقوية مناعة الكلب لوقاياته وفي حالة الاصابة يستطيع التعافي منه من خلال مقاومة مناعة ضد هذا المرض ترجمة نانسي قنقر